تعد إمارة الخميسية الوقع في محفظة ذيقار واحدة من أهم المعالم التراثية في العراق والتي طالها الإهمال والإندثار ومن المفترض أن تصبح معلماً أثرياً وسياحياً مهماً ومن أبرز المعالم التاريخية والأثارية في جنوب العراق والتي احتلت موقعاً مهماً في تاريخ الحقبة الماضية لما امتازت به من معالم شغلت الكثير من الباحثين وأصحاب التراث الحضاري بدأت المنطقة تندثر بقت معالم أثرية بهذه المنطقة وبقوا ساكنينها بالنسبة للهدابية من قديم الزمان ساكنين بالخميسية على عهد الخميس والنواشي السحالات والطويرات كانوا هنا ساكنين بهذه المنطقة ولحد الآن موجودين والمنطقة بقتها السحن العاني وقدنا بترميم الجامع لأنه ردنا يبقى يعني معالم بهذه المنطقة الأثرية نتمنى أن تكون اهتمام ورعاية وخاصة اليوم الانفتاح الموجود والتطور الموجود لأنه اليوم نبحث عن التاريخ نبحث عن الهوية فهوية أي بلد تتعلق في تاريخها فالتاريخ اليوم أساس كل شيء ولذلك الغالب تتكلم وتتحدث عن أمجادها وعن بطولاتها وعن كذا لكن للأسف اليوم لا تتحدث عن تاريخها فالتاريخ هو عنوان مشرق لكل بلد ولكل مجتمع من المجتمعات مراقبون تحدثوا عن هذه المنطقة الأثرية والتي تحمل الكثير من التراث العراقي إلا أنهم سجلوا تراجعا كبيرا في هذا المعلم وحتى اندثاره نتيجة للإهمال الذي تعرضت له وعدم إحيائها بعد هجرة السكان منها الذين تركوها نتيجة لتوقف المعيشة فيها لازالت هذه المدينة تحتفظ بمواقع أثرية وهذه المواقع تطلب وفاءا لتاريخ هذه المدينة حفاظا على الروابط الأخوية ما بين القبائل العربية تطلب أن تكون هناك اهتمام بها وعادة صيانتها وترميمها ولا سيما أن هذه المواقع التراثية ترتبط أو قريبة من مواقع أثرية شومرية تزخر محافظة ديقار بالكثير من المعالم الأثرية إلا أنها لم تستغل بشكل صحيح من قبل الجهات المعنية والتي جعلها اليوم أن تكون من الماضي لقناة التغيير الفضائية سلامة سرهيدة ديقار